إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وبعد الحضور الكريم الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن هذا الموضوع ومن المواضيع الخطيرة والمواضيع المهمة وهو موضوع المرأة بين تكريم الإسلام ودعاوى التحرير ولا شك أن هذه المواضيع والتي تُتناول خاصةً في الجامعات إنما اضطر المسلمون إلى تناولها بالبحث والكلام ودراسة الشبه والتفنيت لأنها من آثار الغزو الفكر الذي يحاول به الكفار ضرب المسلمين كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وكما قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليمٌ حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف ولذلك يا أخوانا يعني من إشكالات التي يواجهها المسلمون ومن الأخطار الغزو الفكر الممنهج الذي يراد به إضعاف المسلمين وإخراج مسلم لا صلة له بالإسلام إلا في بعض الشعائر لا يفهم عن دينه وليس له عقيدة يجابه بها ما يناقضه بها أعداء المل والإسلام يريدون مسخاً مشوهاً من ذاك المسلم الذي يريد أن يرضي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بأي طريق ومهما كان الثمن وهذا حال كثير من الدعوات غير الدعوة السلفية التي تحاول أن تحارب المد الإلحادي والعلماني أنها تحاول ذلك بأن تبرر لما جاء في الإسلام أو لتحريف ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ما دارين يعتزوا بيدينهم يقول لك لا أصلاً هو يعني الحجاب دا جال أنه لابد وكذا دار يبرر خائف من الغربيين يقول لهم إنه دا كلام الله ونحن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته وكما أمرنا الله عز وجل بالصلاة وبالصيام وبالحج وبغيرها أمر المسلمة بأوامر سيأتي ذكرها واجب عليها أن تأتي بهذه الأوامر ونحن لما نذكر هذه الأمور لا نذكرها من باب التبرير يعني كأنه في واحد شاهد لك صوت وانت ليه عملت كده ليه لبست الحجاب المسلم يقول لا والله كده دقيقة نزل الصوت أنا عملت كده لأنه دار يرد الناس يا أخواننا ما الإسلام الإسلام دين عزة نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله لابد يا أخواننا المسلم يعتز بيدينه وأن لا يسمع وأن لا يرهبه كلام هؤلاء أبواق اليهود والنصارى الموجودين خاصة في الجامعات من الأحزاب بشتى أنواعها وشتى صورها طيب فالمسألة الأولى إن يا أخواننا الذكر والأنثى كلاهما مخلوق من مخلوقات الله خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة وقال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فكما أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بالعبادة كذلك أمر النساء هذا موضوع ما دار له نقاج ذاته وأن المرأة المسلمة إنما هي أمة لله سبحانه وتعالى تخضع لأوامر الله جل وعلا وتعتز بدينها وتفخر بجميع ما أمرها الله عز وجل وما شرع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى أنه لا يقمل إسلامها ولا دينها ولا إيمانها إلا إذا جاءت بهذه الشرائع طيبةً بذلك نفسها منشرحًا بذلك صدرها منقادًا لذلك جوارحها وبذلك تكون هي المرأة المسلمة التي تعتز وتفتخر بما أمرها الله سبحانه وتعالى ودي أهم قضية أخوانه أعظم قضية يراد بها أن يضرب دين الإسلام والإسلام في نفوس المسلمين إن يا أخواننا يزعزعوا ثقتك في الدين وفي الإسلام تخاف؟ لما أنت تقول يا أخواننا الإسلام في سبعمائة شبهة وخمسين صوت رافعين لك الإرهاب التشدد ما أعرف لك شنوه الانكفائية إلى آخر وده كل يا أخواننا من الحرب على الدين وعلى الإسلام الإسلام أول حاجة الإنسان المسلم أول حاجة يعلم أنه على صراطٍ مستقيم وأنه على طريقٍ حق المسألة الثانية الواجب عليه أن يعلمها وهي إنه ما في إنسان يا أخواننا يتمسك بيدين ما فيه أعداء زول دائر له الدين من غير عداء دابغوش في روح لأنه ربنا عز وجل جعل ذلك سنة من السنن ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعضٍ زخرف القول غرورة إلى آخر الآيات فربنا سبحانه وتعالى من سنته أن جعل للرسل جعل لهم أعداء وهؤلاء الأعداء لا ينفكون معاداتًا للأنبياء ولمن اتبعهم ما بخلّك انت باريت نبي واتبعت رسول وأخذت بما أمر الله لابد أن تجد العداوة ويومك المال قيت عداوة سواء كان بالأذى أو بالفعل أو بالقول أو باللمز أو بالهمز فأنت لست على صراطٍ مستقيم الواجب عليك أن تُراجع أين أنت؟ ربنا قال هل حازوا بذلك ثوابًا من عند الله عز وجل بطعنهم على المؤمنين؟ شكذا ربنا جعل الاستهتار بالمؤمنين وبشعائر الإسام من الكفر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قولي تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب في غزوة تبوك وكانت غزوة طويلة في الصيف النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه رضي الله عنهم وصار رهض من المنافقين يتحدثون وفيهم رجل من الأنصار قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء مثل قرائنا هؤلاء يعني من ناس نديل العاملين فوق ابتعن دين أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجباً عند اللقاء وده يا أخوان من غاية الذم ومن غاية الطعن قال فقال رجل من الأنصار لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وقالوا كنا بنقطع الطريق المسافة طويلة قلنا نتونس عنه ونجب لنا حاجات نضحكة وكذا ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال الراوي قال ولو رأيته وهو آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ولا يزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يخليك من الحجاب شعير الإسلام الواطح زول تكلموا في التوحيد تدعو الله وتخلي الشيوخ والفكة والميتين بيقوم بيقول لك يا خنا الكلام ده كده خليني منه لأنه بصنفوني صنفوك شنوه ده دين الله أو الصلاة يقول لك أنا لو صليت الشباب طبعا ما بخلوني لأنه أنا زول معروف كده زول صعب وزول يعني عندي دريبات وكده يغلي الدين عشان قالوا عشان في ناس بيتكلم كويس الإسلام عديد ولذلك أخواننا دي من 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 الأمور المهمة إن يا أخواننا نعلم إنه نحنا كمسلمين عندنا قضية وبعض الناس غد يكون سبب يعني تعاليهم على شعائر الإسلام وإنه زول خش جامعة بما إنه خش جامعة وإنه زول امتحن وبقى زول يعني بيتكلم بالإنجليزي بيكتب بالإنجليزي وعنده لك شرات وكده وكده إلا من رحم الله الناس اللي قام بتعالموا ويتعالوا بهذه الأمور وهذه ليست هذه لا تضيف للإنسان شيء أنت ما بتضيف لك حاجة كويس إلا يا أخواننا الإنسان المسلم يتميز بدينه وبعقيدته بإيمان طيب مفهوم تحرير المرأة إنما هو نتائج من نتائج الغزو الفكري من العلمانية والشيوعية والشيوعية وغيرها من الأمور التي نشأت في الغرب وغزت المسلمين أصلي أخواننا ما كان في مسلم ولا كان في مسلمة بتظن في الإسلام إنه مقيدة أو عامل عليها رق أو مستعبدة للرجل وما كان في علاقة بتاعت استعباد بين المرأة والرجل في الإسلام وأنا إحنا دائرين من الذي يتبنى مسألة تحرير المرأة إنه يتكلم بكل صراحة وبكل وضوح يقول لنا فيما شرع الإسلام من الشرائع التي تدعو المرأة إلى عبادة الرجل أو تدعو إلى نزع حقوق المرأة منها وين فياته نصوص فياته نصوص يقول لك قال رسول الله شوروهن وخالفوهن ده رواو منودة ده رواو حبوبتك ياخ ده ما في إسلام ولا ولا رواو ما في أي كلام زي ده الناس يا أخوانا بتلقى دين في المجتمع وده يا أخوانا دي مشكلة الدين المنحرف ده بوصل الناس للمسائلة زي دين انت قال العلمانية نشأت ليش أخوانا في المحاضرتين الفاتت تكلموك عن الصوفية دي سبب نجوة للحاد أنا بيجيني واحد بيقول له المرأة ربنا يخليك المرأة يكرمه ويأمره بتعاليم تخصه وتناسبه يجي الشيخ يقول لا دي كده ما بتنفع يقوم يقلبه لي راجل يجي يقول لك الشيخ هو ذاته اللي بديك الولد يجي يقول لك الشيخ هو اللي بتصرف في الكون يجي يقول لك الشيخ وزي ما قال في المدايح بتاعتنا قال جر الشمس مع الملايكة ما غلبه والتمساء حجر في شانجلوك غلبه قالوا ده من كرامات الشيخ إنه جر الشمس مع الملايكة ده طوالي لما يسمع إنه الشيخ بجر الشمس مع الملايكة يقول لك يا زول ده دين بتاع خرافة ده ما دين وده كلامه عن هذا الدين صحيح لكن نتيجته باطلة ده ما دين ربنا قالوا والشمس تجري ما في جماعة بجر شمس قال جر الشمس مع الملايكة شمس ربنا قالوا والشمس تجري أسند إليها الفعل فيمتة ما في ملايكة قاعدين يجروها ذاته بعدين نفترض إنه الملايكة بجروها إنته بتدخل عودك كيف فيمتة عشان تعرف ذاته أنا في ناس يا أخواننا بعض مرات بيكون زول بتلقاه طالب جامع بتلقى المفاهم دي في راسه قاعدة فيمتة ولذلك يا أخواننا التحريف في الدين وسكوت الناس عن هذا الباطل كان سبب من أسباب انتشار العلمانية كيف ظهرت العلمانية دي أخواننا اللي زا تتكلموا عن القضية دي ومرقت من وين هي مرقت نتاج لتحريف الدين النصراني الذي أوكل الله عز وجل حفظه لم نو للرهبان وعلماء اليهود والنصار فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلة وحرفوا الدين وبدلوا العقيدة الصحيحة وهي عبادة الله كما قال المسيح عليه السلام قال اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهد جاء العلمانين طبعا الدين النصراني المحرف ها الذي يدعو إلى تهليه البشر وغير ذلك من الأمور وإن القساوسة ديل عندهم مرتبة الله تصرف عندهم العبادات وتنفق عندهم الأموال أنت عملت السبعة وذمتة زي ما بقولوا الناس دا ربنا يغفر ليك تمشي تدفع قروش لهذا القسيس فيغفر لك ويكتب لك صق ورقة تلاقي بها الله يوم القيامة قالوا الورقة دي تمشي تلاقي بها الله يوم القيامة ربنا يقول لك أيها كتب لك مين فلنتين خلاص غفرنا لك كويس دا الدين جو الناس البحث في الدنيا الكلام دي أخواننا في الإسلام ما فيه ما منع الإسلام الناس من التطور في أمر الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم والعلمانين أغبية ومعام الترابيين يجي يقول لك الحديث دا فيه دليل على إنه نحن نخلي الدين بعيد ونمسك في الدنيا الحديث دا بيتكلم عن أمور الدنيا ما بيتكلم عن أمور الدين ومن قال لك أن أمور الحب أو أمور المجتمع أو غير من الأمور ليست لها علاقة مع الإسلام ومع الدين ومع نصوص النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ولذلك أخواننا الدين المحرف وسكتوا عنه العلماء والأحبار بتعنهم وما أنكروا المنكر كما قال الله عز وجل عن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ما بيتناهوا لبئس ما كانوا يفعلوه لما سكتوا عن هذه الكفريات وهذه المسائل وصار عندهم من حب الدنيا أه وأن يكون الدين مطية ووسيلة لأكل الدنيا كما فرضوا الخموس والعشور والأموال والضرائب والمكوس لتدخل عليهم وحتى يتأكلوا بها ورفعوا أنفسهم في المنازل العالية وبذلك يا أخواننا انتهى الدين في الناس لما جات الحركة العلمانية جات حركة ضد الدين لأنه قالوا إذا كان دا الدين بتاعنا دين بيقول لنا انتم ما تشتغلوا دنيا ولا تعمروا ولا تزرعوا ولا تكتشفوا ولا تقروا ولا تعملوا أي حاجة تقعدوا تنتظروا القيامة قالوا القيامة بعد كذا وكذا من السنين كان النصارى الدول الأوروبية الآن القاعدة دي وغيرها كانوا منتظرين إن الساعة تقوم وما شغال حاجة شوف الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم شنو فسيلة فإن استطاع أن يغريسها فليغريسها دا الإسلام يا أخوان هذا هو الإسلام ما أمرك إنك تقعد في التكايا والزوايا المشكلة إنه نازل رأوا إن الدين دا بالطريقة دي ما بينفع عشان إحنا نتطور ونمشل يقدام لابد نحارب الدين ونخلي الدين ومن هنا جاءت العلمانية وأصلا يا أخوانا النزعة النزعة دي أصلا زرعوها اليهود النزعة بتاعة العلمانية لأنه اليهودي أصلا ما دارين زول يخوش معهم أصلا اللي قيت أسيب تلقى نصارى الناس بيسمون مسيحين تلقاه واقف بره هناك يقول لك راح خوش معانا وهاك أقرأ الكتاب المقدس عشان اليسوع يغفر ليك وإلى آخر تلقى المسلمين شغالين فيمتا الناس شغالة الشيوعين بتلقاهم شغالين حصل اللي قيت لك يهودي قال له خوش معانا الجنة شوفوا نفسهم إنهم شعب الله المختار ما دارين معهم زوزيادة فيمتا دي نظرتهم كما سيأتي معنا ولذلك يا أخوانا الدين المسائل العلمانية دي اليهود هم الذين أخرجوا الشيوعية هم الذين أخرجوا العلمانية وعملوا الثورة الفرنسية لأن اليهود كانوا مضطهدين كويس واضطهدهم النصار النصار اضطهدهم فقاموا مرقوا الناس ديل جمعوا هؤلاء الناس من ناس في الرياضيات وغيره والعلوم والفلك ووالآخر ودخلوا في الدين النصراني وأثبتوا إبطال هذه العقايد وسهل أن يبطلها الإنسان لأنها أصلا حرفت عن الدين الصحيح ولأنها لا توافق العقل لأنها محرفة من نجر البشر بعد ذلك مرقوا الشيوعية الزعماء بتاعنا الشيوعية ده كلهم يهود ناس فيلاديمير اللينين وكاريل ماركس الناس القدام القبليهم دين ناس يهود ويحكي التاريخ أن ماركس كان في فرنسا ماركس ده وسبب تأليفه للمذهب الاشتراكي والمذهب ده قبال ماركس كان قاعد في ناس بيعتبروا يقول لك طبعا الاقتصاد ده عنده مدرستين المدرسة الراسمالية آدم سميث والمدرسة الاشتراكية بتاعت منه؟ بتاعت ماركس لا لا قباله كان في واحد اسمه مزدوك مزدوك ومزدوك ده تكلم عنه حتى لينين عنده كتاب اندي قاعد في البيت اتكلم عن مزدوك ومزدوك هذا تكلم عنه ابن جرير الطبري في كتاب تاريخ الأمم والملوك وتكلم عنه أيضا الإمام الشهرستاني في الملل والنحل مزدوك هذا دعا إلى إشاعة جميع الأمور إشاعة المال إشاعة النساء دعا إلى المشاعية وهذا المذهب يسمى بالمذهب المزدوكي سبق عليه لينين وماركس مزدو موجود أصلا ومذهب الإلحاد إن كان وجود الخالب هذا موجود ربنا نرد عليهم في صورة الطور وغيرها ونحن مادة نفصل الآن في الشيوعية الميم ماركس ده يحكى عنه إنه كان في فرنسا في نادي بتاع سيوف كده في سيوف سيف لين كده بتلقي الجماعة الواحد لابس كامل كده وفي النادي الفرنسي عندهم عندهم هوايات كان بيلعب في النادي وبعدين كان يعني ماركس تعرف على فتا في هذا النادي وأراد أن يتزوجه وكان ماركس من الطبغة البروتاريا بروتاريا ده يعني زول زينا كده يكون من زقلونة ولا جدعونة ولا سوقليبيا بالخلاء زول تعبان يعني والبدي من الطبغة البرجوازية ماشي لي أبو أبو شنو أداو شاكوش يعني بالبسيط كده فقام قال قال ليه ليه كون الناس طبغات ذاته ليه أنا يردوني من أجل طبقته شان أنا طبغة دوني يعني وبرضو قاله كان برضو بيلعب والميم واحد برضو من الطبغة البرجوازية أظنه كان ماك الكويس قام أداه طعنة في عينه فأثرت فيه فكان هذا من الأسباب التي دعته إلى تعليف المذهب الاشتراكي أي ما كان سبب تعليف هذا المذهب إلا أنه مذهب باطل وأنشأه اليهود حتى يحارب به الدين النصران قد يكون في بعض الأسباب المنطقية في ذلك الزمن لقيام العلمانية طيب ما هي الأسباب المنطقية لقيام العلمانية في العالم الإسلامي أسباب انتشارة دي أسباب وأسباب كونها تكون قعدة لأنها أسباب منطقية ده موضوع تاني كويس من أسباب انتشارة في الغرب إن يا أخوانا الإنجيل ذاته الإنجيل بيقول لك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر هذا موجود وين موجود في الإنجيل يعني إت لو دار تبقى نصراني نجيض تبقى علماني وهكذا النصرانية لا تلبي تساؤلات الإنسان حول الكون والحياة بخلاف القرآن والإسلام ونقصد بذلك النصرانية المحرف لكل يا أخوانا أسباب طيب في العالم الإسلامي أسباب شنو من أسباب انتشار جهل المسلمين بيدينه لا من الأسباب من أسباب نمر على سريعا من أسباب إنه أخوانا دخول هذه الأفكار إلى بعض النخب التي تعتبر هي من النخب المتعلمة والمتميزة في بلاد المسلمين لما جاءت انتشر هذه القضايا العلمانية مثلا في مصر قاموا اختاروا ناس لنشر هذه الأفكار العلمانية اختاروا ناس قاسم أمين ورفاع رافع الطهطاوي وغير من الناس المجرمين ورفاع هذا اختاروا خطيب للبعثة المصرية إلى فرنسا مش قال له ما شين تتعلموا الأزهر قام أصدر فتوى إنه زل لو ما شين يتعلم يمشي مع بعثتنا دي ويتقيد بقيودها كويس؟ الرئيس اللي هو البفت الناس في الدين ويعظهم ويثبتهم أمام الشبهات والشهوات ها؟ بعد تثبيت الله لهم كان هو رفاع رافع الطهطاوي رفاع رافع الطهطاوي ومشي هناك فحصل له كما يقال صدمة حضارية ها؟ وتشرب الأفكار العلمانية وظن أن هؤلاء الناس إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الرقي المدني في الدنيا يعني لأنهم تركوا الدين ولأنهم خلعوا تعاليم ربهم سبحانه وتعاليم وكذلك قاسم أمين كان عنده كتاب في مسائل الحجاب وفي صيانة المرأة ثم انقلب لما زار فرنسا عمل كتاب اسمه تلخيص الإبريز في تلخيص باريس ودعا فيه إلى وشتن فيه الحجاب الشرعي وتكلم عن إنه المرأة المصرية مهانة ووالاخ بعد ذلك جابوا مصريات وتكلما أيضا عن هذه المسائل زي ما جابوا هودا شعراوي ووحده يسمى سيزا النبراوي وغيره من المصريات اللي كنا بعقول يهود ونصارى وذلك وصل مراحل بعيدة حتى في واحدة قالت قالت إنه ينبغي على مجمع اللغة العربية بتاع الأزهر أن يحذف نون النسوة من اللغة العربية يعني تانيهن وحجابهن ودورهن وعفافهن قالوا هن دي كلها ما دائراتا دائرات يكون الضمير مذكر بس هذا من آخر ما وصلت إليه وطبعا يا أخوانا في أساليب كثيرة اتبعها هؤلاء في نشر هذه العلمانية والمسائل منها الجرائد والصحف والروايات والأندية التي كانت تفتح وكان يجتمع فوقها الماجنين والصاقطين ويتكلمون بكل مجون ودي أخوانا موجودة الآن في الجامعات يقول لك جلسة استماع يقول لك مثلا جمعية رزاز بتاع الشيوعين يجب لك واحد شيوعي أظن خريج واحد وتمانين ولا حاجة زي دي في إمتى؟ ويتلقاه جايب ليعود وارسو من مصطفى سيد أحمد ويقول لك نحن الآن دارين نقعد جلسة بتاعت استماع ولا نحن مع الطيور ما بتعرف لا شنو كده عشان يعلم الناس يقول لك طبعا الجلسة بتاعتنا دي جلسة مفتوحة دار تغني تغني دار تتكلم حتى عندهم حاجة يسمى جمعية الفكر دي برضو سرقوها منهم الجبهجية في إمتى؟ يقول لك تقول أي حاجة واحد كان شيوعي وتاب في جامعة الزعيم الأزهري قال لي أنا الخلاني أبقى شيوعي شنو؟ قال لي إنه لقيت واحد بتكلم بعدين زول قيافة ومريح ومجية وبتكلم في الله كلام شين وكلام عجيب قال أنا طبعا جيت برلوم ودارت يعني الحاصل شنو قال دي جامعة ولا الحاصل شنو؟ قالوا له لا طبعا الجامعة يا نظامة براه طبعا أنت كنت في مرحلة بتاع التخلف وكده لكن نحن هنا في مرحلة بتاع ترغي وتفتح وحضارة وكده فنحن هنا بنتكلم أي موضوع بتتناول أي موضوع تتكلم في الله في الرسول في زوجات الرسول والسلام في الصحابة في أي حاجة موضوع في الدين نحن يقول لك نحن هنا حرية الرأي والرأي الآخر يقول لك وما يقال من رأي لا يعبر عن أصحاب المنبر وطيب فاتحنوا ليه؟ بأخواننا من أعظم الأمور التي يراد بها ضرب عقيدة الولاء والبراء يقول لك طبعا ده رأيه رأيه كيف؟ أنت مساعد له طوالي معاه طوالي قال بيجي واحد يتكلم قال بعد يتكلم ده بيديه اهتمام خاص وديه من أسالي بشيوعين شوف النازل المجرمين كيف؟ ده لما يجي يتكلم طبعا فيه ناس بيكون ناقصهم فتمين فتمين الحنان ده الواحد ينجينه حبه كان لما يشوف واحد زي ده هم عارفين الأساليب بتاعتهم الزولة بعد ينتهي تجي واحدة تجيب له سجارة تقول له يا أستاذ يا سلام والله الليل عجبتني ويحافظة الكلام القانو إمتك تكون حافظه أكثر منه لكن ده أساليب شاء أنت لما انتجي مخلوع كده يقول لك يا أخو بالله أنا لو داهر أبقى مشهور والبنات يجيب اللي ويتكيف مني وأبقى مشهور معناها أكفر به الله يوقع بالله يجيب كتاب ماركس يقول له الله مافي الله مافي يا أخوان الله مافي دي الأساليب الأساليب بتاعت الشيوعين ولذلك أخوانا دي أساليب كثيرة جدا وغير من الأساليب الفارغة والفاسدة التي أرادوا بها خلع الموسم من دينه تجيزوا الموسم وزول بتصلي وكذا في النهاية تمرك شيوعي تكفر بالله كما قال الشيوعين نحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث نؤمن بلينين واستالين وكاري الماركس ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة أيضا من الأمور التي كانت سبب في نشر هذه القضية وإعلام اليهود ويقال أن هذا جاء في بروتوكولات صهيون اليهود قالوا نملك العالم بخطة خطة في السياسة خطة في المجتمع خطة في الاقتصاد خطة في غيره وقالوا من ضمن هذه الخطة أن أن نخرج المرأة المسلمة عن مكانتها في مجتمعها والمرأة المسلمة مناطبها عملية عظيمة جداً وهي أن تربي المجتمع وأن تخرج القادة وأن تغذي المسلمة الذي يخرج من هذه الأسرة بالإسلام وبالمفهوم الصحيح للدين والإسلام فيخرج إنسان عنده قيم وعنده مبادئ يحارب بها وينطلق منها طيب الإسلام طبعاً يا أخواننا كونه تتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة هذا شيء مهم لكن هذا يريك أنه نحن ذاتنا بقينا مداخرين خلاص بقينا ندافع زي ما يقوله بقي تلكورة في ملعبنا نحن ها بقي تلكورة في ملعبنا نحن طيب كيف وجد الإسلام المرأة؟ عين المجتمعات قبل الإسلام المجتمعات التي لا تؤمن بدين زي المجتمعات الهندوسية كانت تنظر إلى أن المرأة لا تستحق الحياء بعد زوجها فكانت تخير المرأة بعد أن يتوفى زوجها بين أن تحرق معه وبين أن تضرب لها خيمة بعيدة في الخلاء تعيش فيها بقية عمرها المجتمع اليهودي كما جاء في كتبهم التوراة والتلموت قالوا إن الله خلق أربع أشياء وندم على خلقها قالوا قالوا خلق الشيطان وندم على خلقه وخلق العرب وندم على خلقهم وخلق المرأة وندم على خلقها قالوا وشرد شعبه المختار وندم على تشريده فنظرت المرأة عند اليهود أنها إنما مخلوق خبيث وفيه الشر كله كذلك النصارى ولذلك النصارى عندهم علماء النصارى عندهم عندهم خلاف كبير هل المرأة إنسان ولا روح شيطانية ثم اتمع النصارى في أواخر القرن التاسع عشر والثامن عشر واتفقوا على أن المرأة مخلوق إنساني ولكن بروح شيطانية كذلك المنظرين بتاعنا الفلسفة الليلة بتلقى ناس كتار مخضوعين يعني ما بنختنع طبعا بالمذاهب والكلام ده لكن احنا بنحب الفلسفة دي يعني بنقرأ ليه ناس إفلاطون بنقرأ ليه ناس أرسطو بنقرأ ليهم كلامهم الكبير داك ناس المدينة الفاضلة والمجتمع الإنسان الراقي والكلامة زي ده طيب ديل برضو تكلم عن المرأة وقالوا إن المرأة هي عبارة عن طفل كبير تركه وقد تركه المجتمع في أسفل أو في الدرك الأسفل من سلم الخليق يعني لما نتقسم الخليقة دي كلها المخلوقات دي كلها ها لتجي التكسيمات بتاعتكم ديتو طبعا هنا ناس قيب مش بيقسموها كيفي ها بتبدو كيف انتو ها ها المهم بتجي بعد داك لتكسيمات بتاعت بتاعت فغاريات ولا فغاريات مش اي انا ما بعرفها بالعربي ازول كويس وبعد داك بتقسم اللا فغاريات ذاته الى معرف فيروسات وطحالب وديدام وفلطحة وشنو مش كلام زي دا تحت الفيروسات عند الجماعة دي توجد المرأة ولذلك يا أخوانا العلمانية وهذه الأفكار والأديان والثغافات تنظر الى المرأة اما باعتبارها لا تستحق المعاملة او باعتبارها ودينا العلمانين باعتبارها كائم مستقل انهي برا بس كائم مستقل والاسلام ينظر الى المرأة بانها امل الله وانها جزء من هذا المجتمع وانها من الضروري ان تتعلم هذا الدين وان تاخذ بشرائعه لتكون فردا مصحا من افراد هذا المجتمع ولذلك نظرة العلمانين للمرأة وكلامهم عن حقوقها انما يريدون بذلك ان يكسبوا صوت المرأة انت قال العلمانين بيتكلم عن حقوق المرأة وما حقوق المرأة وكده اسئلة ليه لو مسكت الشيعين يقول لك من حقوق المرأة ان تحكم ومن حقوقها ان تتعلم وانه تبقى وتبقى وتبقى طيب يا شيعين انت مسكت الاتحاد السوفيتي من الزملينين لغاية ميخايل قرباتشوف حصل بقيت واحدة رئيسة في شيعية بقت رئيسة مرأة ليه اما انت تكون متهضين للمرأة وناس انكفائيين ودغميين ورجعيين الى اخر هذه المصطلحات التي نسمعها كثيرا واما تكون الشيعيات بليدات انا في واحدة تأهلت الى مرحلة ان تكون رئيسة وبيقى عندها مقدرات ليه تبقى جنوه رئيسة حزب يا خليك من بره في السودان ده في واحدة بيقى السيكرتيرات حزب شيوعي في السودان قولك طبعا ان احنا في الحزب الشيوعي بنعاين لمرحلة النضال اها طيب مرحلة النضال دي شن يعني ليه ما بقيتوا امال عباس ولا دي كسيم منوه ها فاطنة احمد ابراهيم ولا غيرا من الشيوعيات وكل كلام بتاع دغدغة مشاعر يقول لك ان احنا عندنا مره ولادة ستة رجال كويس طيب ليه ما عندكم من النوع ده ما في النوع بتاعكم ده ما في كويس المره ولادة ستة رجال دي ما في ليه ما بقيتوها سيكرتير حزب شيوعي ده اضطهاد للمره ولا ما بتفهم ولذلك يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الذكرى والانثى هو اعلم بما يصلح الذكرى والانثى وبما هو اصلح للمجتمع ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الخواجة لم يعمل لك عبة الاسبرين بديك معاره شدته قولك تستعمل في حالات كده والزول اللي عنده ضغط يدو كده او ما يدو كده والزول عنده سكري والزول 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 ربنا سبحانه وتعالى يخلقنا نحن يخلينا ساكن ربنا قال اه فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم كذلك من الثقافات التي اضطهضت المرأة ثقافة العرب زمان كانوا ينظرون الى المرأة الى انها كسقط المتع وانها لا تركب فرسا ولا تنكي عدوا وانها لا نصيب لها من الميراث وانها انما هي لجلب العار الى اخر يا اخي قبل الاسلام شرائع الانبيا قبان نبتكر المرأة موسى عليه السلام ربنا قال وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَةَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَضْبُكُمَا قَالَ تَالَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ رَبَّنَا قَالْ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ لانا اخواننا الدين الدين فيه الشهامة وفيه الرجولة موسى عليه السلام اعان هاتين المرأتين مع ان نبي يقول يا اخواننا انا فرعون يطلبني وانا عندي رسالة دار اقضيها شنو اقوم اسجي غنمايات ليمره انا ما عندي زمن لكن موسى عليه السلام سقى لهما ولذلك العرب كانوا ينظرون الى ان المرأة ان المرأة لا تستحق كثير من الحقوق التي اعطاها لها الاسلام الاسلام اولا اعطى المرأة حق الحياة حق الحياة وهذا معلوم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها الى اخر الايات فلها حق أن تعيش كما الرجل ثانيا لها حقوق مالية في الميراث كما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فجاءت الآية بتكرار كلمة النساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لأن المجتمع كان لا يقبل أن ترث المرأة وفي حقوق كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للمرأة في المواريث وفي غيرها من هذه الحقوق أيضا أعطاها في حق المجتمع حق اختيار الزوج ده حق المرأة وفي الإسلام المرأة يجوز لها أن ترفض من تقدم إليها دحق ليها كفله الإسلام وجاء ذلك في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن إمرأة أجبرها والدها على الزواج من ابن عمها قال لا يلا تعرسي وادعمك أو تعرسي رجل قال ليس في الإسلام أن يجبر الرجل ابنته على الزواج مما لا تريد ولا تحب قال ولو أجبرها قال فإنها تسقط ولايته على المرأة ده كلاما الشيخ بن عثيمين ده ما بيبقى ولي عليها وتنتقل الولاية إلى الأقرب إليها في العصبة بعد ذا تمشي لعمة تمشي لأخوها تمشي ليشنو للناس المعاء في العصبة أوليهم أولياؤها ديل كلهم كلهم دالين يعرسوا يعرسوا ليها بالرجال ينتقل تنتقل حق حق الولا ينتقل إلى الحاكم فيزوجها الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي الشرعي وغيره ممن تريد هي ليس مما يريد أولياؤها دي مسائل وده أخوان ندين لكن الناس عندهم عادات في المجتمع أنت تحرب العادات ولا تحرب الإسلام يقول لك والله إحنا عندنا في أهلنا المرأة دي بس بيتعمى بس أو يقول لك إحنا عندنا في أهلنا الراجل بيقول كلمة وبيجي يطبقها يعني مثلا بره كده يكون الأبو البيت عزمو يعني خروف مجيه ضباحوا له خروف والهاشمية شالته وجات حكامة جابت له بيت شعر وكورك والجماعة عرضوا وطلعوا صوت العنج واتجالدوا يقول لي يا أهلنا الديتك بيتي الديتك بيتي دي ولا ما شاشعه وراء يقول له أفو أنا كلام كمان يعني كلمة تيتكسر قدام الرجال غلاس عن رسل الموضوع ده انتهى له ما ما على كيفك ده الإسلام فتعكس هذه الممارسات على الإسلام والإسلام بريء منها الإسلام بريء منها وكثير من المخالفات الموجودة والتي يمارسها المجتمع وتعكس على شنو؟ تعكس على الرجال المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل قرارها في البيت قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن هذا هو الأنسب والأحسن والأفضل والمشروع للمرأة لكن إذا دعتها الحاجة أو الضرورة إلى الخروج فإنها تخرج وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى متسترة متحجبة حية ستيرة تخرج على قدر حاجتها ثم تعد ولو وجدت رجلا يكفيها المؤونة فإنها لا تخرج هكذا خلق الله عز وجل المرأة بعد العلمانية وغيرها دارين يمرق المرأة من الميزة ومن المهمة التي أناطها الله عز وجل بها إلى أن تخرج في الشوارع وفي الطرقات وأن تزاحم الرجال وأن تدخل في أي محل من المحلات في الجيش تخش فيما لا يليق بها تخش أسأل المرأة بتقدر تشتغل مكانيكي بتستحمل ما بتقدر تقدر تشتغل في ناس المدنية في محلات بعيدة ما بتقدر تقدر تفصل في قضايا القتل أسأل الآن أمشي خش المحاكم دي واحد تلقاه يتكلم ليك وتلقاه منفوخ ويطعم في الإسلام قل أمشي خش القضايا بتاعت القتل دي فوقنا شرامة وناس مجرمين وناس صفاكين وناس قلوبهم زي الحجر ما بتنفع معهم المرأة لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها العاطفة في امتى ممكن واحد مجرم يهدده والله يجد تقاه لهم ما ناس مجرم تلقاه كتال كتلة الدم دا عنده عادي يقول لك وزاته أنا كما كتلت دم معنا أنا ما راجل يعني عندنا مثلا في أهنة في بعض المناطق في السودان لو ما كتلت أنت ما كراجل والمرأة بتختار لك زاته تقول لك اسمع جيب ليه ثلاثة روصين عشان عارفة كتل تذكر في امتى تمشي تكتل فما بتقدر المرأة على ناس زي دي في امتى دي الناس صعبين جدا او ناس غليظين وفيهم جيل فما بتقدر فربنا سبحانه وتعالى أناط بها أمور معينة ومهمات معينة لا يمكن أن تخرج عنها ما بتستحمد شان كده لو الناس رجعت في التاريخ الحديث مارغريت تاتشر اللي كانت وزيرة رئيسة الوزراجنو البريطانية دي لما انتجي أمر من أمور الحرب ما هي بتصدر القرار ولا يقبل منا او أمر بإطلاق نوع معين من الأسلحة ما هي اللي بتوقع عليه ليه لأنوا عارفين إن المرأة قد يعتريها من الأمور التي جبلها الله عز وجل عليها ما يعتريها فتتصرف من غير تأني ومن غير جنو ومن غير تعقل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الاطلاق بيد الرجل والقيام على المرأة بيد الرجل ودي أخوانا أمور كثيرة وضعها الإسلام وشرعها رب العزة والجلال من الأمور المهمة برضو أخوانا مسألة الحجاب قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيمة العلم قالوا يعني ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كانت تميز المرأة الحرة من المرأة المملوكة أو من الزانية بنقابها وحجابها وكان الآية دي جاد بعدها طوالي قال الله عز وجل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا كان هؤلاء يتربصون للنساء بالليل فإذا خرجت المرأة يعني تواثبوا عليها فإذا راوى المرأة يعني متحجبة ومتسترة بعدوا عنها وده يا أخواننا يعني من حفظ الله سبحانه وتعالى للمرأة وأن تكون المرأة في حفظ وفي رعاية عشان كده ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في شبهة قل لك طبعا الآية دي في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أشرح لنا الآية دي ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك ديل منه ديل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أها وبناتك ديل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كويس ونساء المؤمنين ديل يأتين يأتين ديل ديل بقية المسلمات شاكد ربنا سبحانه وتعالى العلماء قالوا كون الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين بهذا الحجاب وأن تغطي المرأة حتى الوجه والكفين وأمر بذلك أمهات المؤمنين قالوا في هذا دلالة وفي هذا دليل من باب أولى على وجوبه على بقية نساء المسلمين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا وهذا يا أخواننا لا فيه ونس ولا فيه خلط ولا فيه حاجة زيدي فيه سؤال متاع حاجة من الحواي علم شرعي آني من أمور الدنيا شيء من أمور الدنيا ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب العل جنو ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن طيب هل العل هذه انتهت ولا موجودة ليوم القيامة موجودة ولا ما موجودة موجودة طيب الأطهر نساء المؤمنين ولا الأطهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إذا ربنا أمر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحجاب وهن الطاهرات المبرآت فكيف ببقية نساء المسلمين ده واحد اتنين ربنا قال وأزواجه أمهاتكم أمهاتهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى لينا شنو أمهات ربنا قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ما بجوز لينا شنو ننكح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده طيب إذا كان أمهاتنا وما بجوز لينا شنو نتزوجهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كويس ده إذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما بجوز لينا نتزوجه وبعد ده ربنا أمر بالحجاب فكيف بمن يجوز لي أن أتزوجها كويس ولذلك أخوانا الحجاب لابد أن تجتمع فيه شروط أولا أن يكون هذا الحجاب عاما لجميع البدن بما فيه الوش والكفين كده قبل ما نجي لمسألة الوش والكفين في شروط أخرى أن يكون عاما لجميع الجسد ها والموجودة الآن ده ما عليش هو كلام حار لكن ده الكلام الدين قال كده ده كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ده ما فيه لعب لأنه ده عريط وهذا من كليات الشريعة الخمسة التي أمر الله شنو بحفظها حفظي شنو حفظ الأعراض حفظ الأعراض هذه من كليات الشريعة طيب أن يكون لباس المرأة عاما لجميع الجسد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يرخين جلاببهن لما سمعت نساء المؤمنين قول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فقالت بعض النساء الصحابة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين قالت أيضا تنكشف أقدامهن قال يرخين ذراعا ترخي شنو؟ قدر الذراع ويعني إذا أخذ حتى وإن كان شيء مما من الأذى في الطريق فإنه يطهرهما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم همدي أحكام ثاني دا هو الشرط الشرط الثاني أن يكون ثخينا لا يشف عما تحته في كثير من اللبسات الآن دي ما عند أي علاقة بالحجاب وكل صلى صليت بمثل هذا اللباس هذه صلى باطلة ولم تسر هذه المسلم عورتها ثالثا أن يكون واسعا لا يحجم الجسم والله يا أخوانا أصعالك ذاتهم بيقوا يغضوا بصرهم والله في مناظر كده أصعالك ذاتهم بيقوا يغضوا بصرهم يخ ما ممكن يا ناس يا أخوانا يحكي دخلك من كده يخ نحن رجال يا أخ احترموا رجالتنا والله في عينات كده يا ناس دي شنو؟ حرام ما بيجوز ياخدتي لو عرست معرسة ليه ذاته ده لما تخش بيتك هناك لكن ده والله يا أخوانا دي مشكلة يا أخ عدم الحياة ده مشكلة شكد ذكر في قصة موسى عليه السلام لما سقى للبنتين ربنا قال فجأته إحداه ما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك وقيل فجأته إحداه ما تمشي على استحياء إن قالت فكما قال عمر رضي الله عنه قال جأته تمشي على استحياء ليست بسلفع من النساء خراجة واللاجئة أين هذه من الوحدة اللي بتجيك في الكلية هنا وبسيطلية كولين بكرة تجمع جاي يملل بلد فتة بلدا بلا كزان بلدا سلام وأمان وطنا هو السودان فيمتها واحدة تجيك أي كوز ندوس دوس ما بنى خاف ما بنى خاف فيمتها وغير من الكلام والجلالات اللي بيقول لنا دين فيمتها دي مرابياته مقياس ذاته فيمتها ولذلك يا أخوانا دين من شروط الحجاب أيضا من شروطه يا أخوانا في حاجات ذاته ما دارنا دين يا أخوانا والله ما دارنا دين يا أخوانا تلقى يقول لك حبيبي شطفني داشنو داسي يخي شطفك لي أخي شطف براك ها سخني مويا وامشي استحمي ذاته كويس وخطوة وكان راجل حصلني والشريعة طرشقت غير من الأسماء التي فيها استهتار بالدين فيها استهتار بالدين وفيها طعن في الشريعة وفيها استهزاب مشاعر المسلمين دا استفزاز والله والله المفروض دي يفتحوا فيها بلاء أنا والله لو ماسك البلد دي أقطعها يصال انتي ما شاكي دا كيف زاته ما شاك في الشارع بالطريقة دي كويس دا كل يا أخوانا دا حرام ما بجوز دا دا حرام نبي صلى الله عليه وسلم قال صنفاني من أهل النار لم أرهما رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبرجات وقال شر نسائكم المتبرجات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم دنوع نادر من الغراب وهذا ليس فيه مجاملة أخوانا دا موضوع بتاعرد زمان العرب ها هضموا المرأة في حقوق لكن كان عندهم جانب الرجال دا ولذلك في قصة القصة المشهورة بين النعمان وبين النابغة الذبياني لما النعمان الملك مرى تماشا والهوى جشال شنو شال ما تتخمر به شال خمارة وشوف عفة المردي لما الهوى شال خمارة جعلت يدها على وجهها ثم دخلت إلى بيتها فرأى ذلك المنظر النابغة الشاعر وألف في ذلك أبيات شعر فلما سمع بذلك النعمان طلقه فواحدهم بتقصدوا عديل بتقصدوا عديل النسوان ديلي يوصفون زي كما يقول البعيه مش قال توبك في التياب ما شفنا أمثاله إهدى عزال قال هب النسيم شاله قال شوف الزول دا داير النسيم يشيله فهمتا؟ دا دازل في قلبه مرض والله دازل مرضان كويس المهم دا طلع فيها قصيدة لما انطلق النابغة الذبياني قام اعتذر له بيتها قال سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد قال إذا ولغ الذباب رد عليه قال له إذا ولغ الذباب في إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتأبل الأسود ورود ماء إذا ما الكلاب ولغن فيه دي أخواننا من الغيرة لشان كده سعد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الحديث في البخاري ومسيم سعد بن عبادة وقبل أن تنزل آيات صورة النور في الملاعنة فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرأيت إن رأيت رجلا مع أهلي زول بيزني مع مرتي في السرير شفته ما عندي شاهد أعمل شنو فلم ينتظر سعد رضي الله عنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة الغيرة قال والله لأضربن بالسيف غير مصفح أو غير مصفح أنا ما أضرب بصفحة السيف بديه بالحد بكتع رقبته طوالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني من أجل ذلك حرًا ما حرًا شاكيدا الزول بيزهج من واحد يأخذ يخليك من الدنيا تعدين واحد بعد ما يعرس والله إذا يا أخواننا منتشر كثير بعد ما يعرس قبل ما يخش على مرته يقول لك نحن ما شير للشيخ عشان المرة تبقى مبروكة أنت عليك الله لدك لأبنو أنت زادك كويس ده عنده غيرة ده ده ما فاشل أسه ده راجل ده ده يستحق والله المرة دي من حقه إنه طوالي طلقها منه لأنه ده ما راجل ده ما يملك أدنى مقاومات الرجولة وهذا فيه شبه بالخنزير لشان كده العلماء كما قال العلماء في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم قالوا ما الإنسان فيه بعض صفات المخلوقات الأخرى فتجد من الناس من له صفات السبع من العدوان ومن الشجاعة والإقدام والجرى ومن الناس من تجد عنده يعني الغيرة زي الدك الدك تلقوا غيرة شديدة ما بتلقى في دي كين في البيت إلا بمشاكل كويس ومن الناس من تجده كالخنزير لشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً حديث في صحيح الجامع صحيح الشيخ الألباني قال ومنهم الديوث وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي يرى المنكر في أهله ولا يغيره أو قال لا يغضب زول تلقوا زول ديوث إلقوا اختزات وخالطينها يقول لك دي مع حريات الشخصية ألقى الله ده بني آدم ده مخلوق ده في متى وده أخواننا موجود كتير تلقى وده قد يكون من بعض من جهل الناس واحد تلقاه جاعد جوه زول غريب تلقاه جوه المدبخ ده شنو يقول لهم يقول لهم الله طبعاً بخطيب بيتنا فلانا وطيب اتدخلك المدبخ شنو يقول لهم طبعاً أخواننا انتوا الليلة عاملين خدرة مش انت تدخلك معناك ومع الخدرة انت انت أمرك برا يقول لك لا معنا خطبتها لا لا يا زول انت لسا أجنبي يقول لك والله أنا سوداني عندي رغم وطني لا لا أجنبي معناه معناه انت زول بيجوز لك تتزوجها لسا ما بيقى تحرم بالنسبة لك ده الأجنبي مش معناه هندي ولا جاكشان انت لسا يا زول ما بيجوز لك انه تخلو بها لأنه الخطبة دي وعدي بالزواج يعني كان شنو وما فيها دبلة وكلام زي ده وحنة وقولة خير وقولة شر ده كله ما فيه ده كله لعب سودانيين ساكن فيهمتها دائرة الزواجة وعادوك هاي ان شاء الله يجيبها لك خلاص الموضوع انتهى لا فيها جوة خير ولا حنة عريس فيهمتها يا خصود والله يا أخواننا ذات المجتمع ده بيقى مجتمع غريب الناس لو بينوا حيطة يعملوا حفلة يا ناس اي حاجة صعبوا ياخد تاسي الواحد يقول لك والله كلامك سمح السياحنا دارين نطبقه لكن ما بنقدر المجتمع ده المجتمع ده داريش ندريش شديد فيهمتها يقول لك لازم تجيب ستة كده وسبعة كده وحداشر كده وموضوع طويل جدا فيهمتها المئم ربنا غيرت يفرج على الناس لكن ده كله باطل يا اخوان ولذلك ده هذه بعض شروط الحجاب وايضا من شروطه اللا يشابه لباس الرجال اللي يلبسوا الرجال ما بجوز للنساء أن يلبسوه ومن فعلت ذلك مشكلة ممعانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ملعونة وكذلك من فعل من الرجال النساء صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وايضا من شروطه اللا يشبه لباس الكافرات وحدة تلقام تشبه بكافر من الكافرات أو بفاجر من الفاجرات وكذلك ألا يكون ثياء ثوب شهرة وأن لا يكون زينة في نفسه الكلام في الموضوع ده طويل في بعض الشبهات يمكن نقف معها في الأسئلة نفتح إن شاء الله فرصة للأسئلة الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سؤال الأول ما هي السلفية وهل يجوز الاندمام إليها طيب الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلاه السلفية هي نسبة إلى السلف والسلف هم من تقدمك في الخير أو من سبقك من أهلك وقد تطلق على أهل الخير وأهل الشر والسلفية هي نسبة إلى الصحابة والقرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهي انتساب إليهم أي أنها تفهم الدين على ما فهمه أو على ما فهمه هؤلاء السلف وتدعو الناس إلى الرجوع بفهمهم إلى السلف الصالح وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان أمور الدنيا يعني مش معنى الإنسان السلفي ده الإنسان الما بيركب عربية وإنه يوقف حماره برة في الجامعة وإنه ما يلبس جديد أو كذا أو كذا هذا ليس من معاني السلفية وده اللي بيحاول يصوروا ليك أعداء الإسلام وده يدول على ضعفهم وعلى جهلهم إنه الدعوة السلفية ما المقصود منا يا أخواننا إنه نعطل الدنيا ما المقصود كذا وإنما المقصود أن نفهم الدين هذا الإسلام وهذا الدين بفهم السلف الصالح ومن جيب لنا دين جديد لأنه لو قلنا دارين نفهم الإسلام بغير فهم السلف الصالح بنجيب لنا أديان على قدر من فهم الإسلام أنا في إمتة إسلام بفهميانا معناه عندي دين بفهميانا وده فيهم بفهموا ودهك بفهموا أسأل الناس اللافة دي كله انت قال فهموا في شو التراب عنده دين براو والصوفي عندهم دين براو والأخوان المسلمين كلهم عندهم دين براو وأي ناس عندهم دين براو ليه؟ لأنهم ما رجعوا إلى فهم السلف الصالح ولماذا نرجع إلى فهم السلف الصالح؟ ببساطة جدا لأنهم الذين نزل عليهم الدين وطبقوا هذا الدين ورضي الله عن تطبيقهم لهذا الدين وأدخلهم الجنة ما في زول الآن موجود طبق الدين كما طبقوا الصحابة ولا ربنا أخبرنا إنه راضي عنه زي ما رضعنا الصحابة والأدل على وجوب اتباعهم كثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق المشهور وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة أبقوا شنو أنصار صنة أبقوا مؤتمر وطني جبهة ديمقراطية أبقوا شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه مسألة المسألة الثانية في السلفية يا أخوانا السلفية التي ندعو إليها هي منهج وليست أشخاص كما قال الإمام مالك كل يوخذ من قولي ويرد إلا صاحب القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالسلفية لا تتعصب إلا إلى المنهج أيضا مسألة مهمة إنه لما نقول السلفية هي المنهج الحق والمنهج الوحيدة اللي بدخلك الجنة وده بنقوله لغاية إلى أن ينقطع النفس رفتها الكلام ده لما نقوله ما معنى أن إحنا أخواننا في الجنة أنا فلان في الجنة أنا الآن مراسلكم من داخل جنة عدن لا ده أنا ما بقول كده وده بحاولوا يفهموا المجرمين من الشيوعين وغيرهم الناس البدسوا ما بيصهروا ديل ما بنقشوا فده ما المقصود المقصود منهج عصمة من تمسك بهذا المنهج نجى وقد يدعي الإنسان أنه من أصحاب هذا المنهج ويكون غير مخلص في تمسكه بهذا المنهج فلا يكون هذا الإنسان من الناجي لكذا أخواننا نحن دعوتنا لمنهج السلف ليس دعوة إلى إشخاص وليس إدعاء أن فلان وفلان من أهل الجنة الآن من دعاة السلفية المشهورين في العالم الإسلامي اليوم مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ بن عثيمين بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء الذين توفوا وحفظ الله الباقي لكن لو جيت سألت أي سلف يقولت له رأيك شنوفي بن تيمية في الجنة أم لا في النار لو قال لك في الجنة أم لا في النار دمرك من السلفية ذاته ذاته بقماء سلفية ليه أخواننا؟ لأن السلفية أصلا لا تستطيع أن تحكم لأن الذي يحكم على الناس هو الذي يعلم على ماذا يختم لهم كما قال الإمام القرطبي هذا كلام طويل جدا فهذه هي السلفية وأي جماعة موجودة الآن لا تمثل السلفية صارت صنة ما بمثلوها صارت صنة بيقوا مؤتمر وطني بثوب السلفية بكل أشلاء إصلاح مركز عام جمعية كتاب وسنة وغيرها خلاصة كيزان بيديقين بس ده الخلاصة بتاعتهم باعوا الشغلانية وانتوا من الموضوع وبقوا يدافعوا الآن عن الترابي مهمتا زي ما قال دكتور خالد ومن المهمتا موضوع طويل سيدة تقول غرب علي عمل في مكان يكثر فيه الاختلاط بالرجال مع العلم بحوجتي للعمل من أجل أسرة هل أقبل أم أبحث عن عمل في نفسه في مكان يكثر فيه الاختلاط طيب طبعا يا أخوانا الاختلاط هو حرام والنبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما الناس وقد خرجوا من المسجد قال وقد اختلت الرجال بالنساء هذه اللفظة أيضا موجودة في السن فأوصى النساء وقال ليس لكن وسط الطريق وإنما لكن حافة الطريق وأمر الرجال أن ينتظروا النساء حتى يخرجن من المسجد بعدها يخرج الرجال وهذا في أشرف الأماكن المساجد وفي أشرف المساجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأشرف المصلين وهم من الصحابة خلف أشرف إمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غير من باب أولى أما إذا احتاجت المرأة إلى العمل لضرورة لضرورة خرجت لضرورة فتتق الله سبحانه وتعالى وتبعد من مزاحمة الرجال وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة وربنا قال فاتقوا الله ما استطعت زول يبعد يبعد وكان في ضرورة إنه ما في منفق على الأسرة إلا هي فنحن بنقول تعمل ليه نقول تعمل عشان ما تمشي تشحت ويستغلوها ناس كمان في برضو في شبكات زيدي واللماف في ناس بيستغلوا المرأة بهذه الطريقة فنحن نقول تعمل في مكان ليس في اختلاط وتبحث وتتق الله فإن لم تجد مكان وصبرت ووجاهدت بعد ذلك نقول لها تتق الله سبحانه وتعالى في هذا العمل مع مواصلتها في البحث عن ما هو أحسن وخير هل يجوز للمرأة لوسى اللباس والزينة والتبرج في حالة وجود وغيات فقط طيب المرأة يا أخواننا إذا كانت المرأة والمرأة لا يجوز أن تنظر إلا إلى ما يجوز أن ينظر إليه المحارب من الوجه والكفين وكذا أما إنه تقول يعني تتبرج وتخرج أنه دي نحن مجتمع بتانسان نبس عسلم نهى أن يفضي الرجل حتى ينظر إلى عورة الرجل والمرأة إلى المرأة حتى تنظر إلى عورة المرأة فدي برضو فيها شهوات وهذه تدخل فيها مسائل أخرى زي الجماعة بتاعين سيداء وديلك اللي بتدخل فيها المسائل بتاعت المثليين فالإسلام أغلق جميع هذه الأبواب ما بجزل رجل أن يكشف عورة أمام رجل ولا مرأة أن تكشف عورة أمام مرأة أما إذا ظهرت الزينة التي تكون في الوجه أو في اليدين أو كذا فهذا لا بأس به أما أن تبدي عورتها للمرأة فهذا ما يجز سيد أقول الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كيف شكل المرأة إذا كانت الآية ولا يبدين زينتهن فقط طيب يكون شكل الآية بأن تعلم معنى الزينة الزينة نوعين كما قال العلماء زينة ظاهرة وزينة مكتسبة الزينة المكتسبة كالكحل في العين وكالسلسل القلادة وغير من الأمور التي تكون في الوجه وفي العنق إلى آخر هذه زينة أخواننا هذه زينة مكتسبة وهناك زينة ظاهرة لأن الآية استثنت قال إلا ما ظهر منها قال العلماء المقصود بذلك الشكل الخارجي للمرأة أو أن ينكشف شيء من المرأة بغير قصدها ثم تستر المرأة نفسها سريعا هذا هو المقصود من الآية إلا من زينة إن إلا ما ظهر منها عندي سؤالين جزاك الله خيرا أتباسل جدا عن أداء الصلاة ولا أصلي قرار من صحي جزاك الله خيرا والسؤال الثاني أمس سمعت أشخاص يتحدثون عن مسألة أين الله طيب المسألة الأولى مسألة الصلاة إخوانا الصلاة تركها كفر بالله سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال الله عز وجل في حال الكفار فإن تابوا وإندي يا أخوانا من أدوات شنو من أدوات الشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة شنو في إخوانكم في الدين في إخوانكم ده دجنو ها في إخوانكم دجنو ده الجواب بتعشنو تعادات الشرطة الأولى مش يبقى الزول الماء بيصلي دجنو ده ما أخونا هذا ليس أخلنا في الإسلام فيمتا وده يبقى لك غلط كتير من المزيئين في الرياض يقول لك توفي اليوم القسيس الكبير بطرس من زعموت ومعرف يعزيه فلان يقول لك طوبة لمن اختاره الرب طوبة بتعشين يا زول فيمتا ويقول لك واسكانه الله فسيح جناته ده مجرم ده أو جاهل فيمتا فالصلاة أخواننا تاركا كافر وما في شعيرة من شعائر الإسلام فرضت في السماوات إلا الصلاة الناس بتقرأ الآن لصراوة المعراج وإلى آخر ومن أعظم الشرائع التي فرضت في المعراج شعيرت شنو؟ الصلاة وحصل في تخفيفها قصة عظيمة يحفظها جميع الناس وهذا يندل على شيء يدل على شنو؟ على مكانة الصلاة الصلاة أخواننا من أسباب الرزق ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كثير من الناس تقول لها اللي يقول لك لا العمل ذات عبادا الصلاة ذي من أسباب الرزق وغير من الفوائد الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ويكفي في حال الإنسان الذي لا يصلي أنه يحشر يوم القيامة مع من كان مشابها له في سبب تركه للصلاة فمن ترك الصلاة للملك حشر مع منه مع فرعون ومن شغلته الوزارة شغل مع منه حشرة مع هامان ومن شغله المان مع قارون ومن شغلته التجارات مع منه مع أبي بن خلف وهكذا فالإنسان التارك للصلاة هذا يا أخواننا إنسان بعيد من رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى العبد الصبح في جماعة كان في ذمة الله في حفظ الله ناس يقول لك والله يا أخواننا يقول لك مثلا أنا أنا والله كنت زوج شاطر وكذا وكذا لكن مما خشيت الجامعة دي مثلا أصابوني بعين وكذا وكذا ودوني سحر وكذا من أسباب ترك الصلاة ترك الصلاة فالإنسان لابد يا أخواننا يصلي وبعض البنات تقول لك لا أنا عاملة عاملة زينة ولو مثلا قسلت وشي بتمرك ولقى لك عمل زينة منذاته في الجامعة ربنا قال وَلَا يُبْدِنَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ طيب أنت يا أخيش الجامعة دي من بر الكومسار ده بُعُولَتِهِنَّ الحرص الجامعي بُعُولَتِهِنَّ زميلك هنا آباء بُعُولَتِهِنَّ ها الدكتور ده نسائهن فما أفضل زاته قال لك عمل زينة فبتخلي تخلي زاته الصلاة ليشنو ها لهذه الأمور فالواجب إن أخواننا الإنسان يحافظ على هذه الصلاة والصلاة من أسباب شراح الصدر ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخر طيب السؤال الثاني وهو سؤال أين الله وهذا السؤال سؤال مشروع وأدلته في الكتاب والسنة وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء على السماء ودل على ذلك آيات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة أو تسعة مواضع في القرآن وآيات كثيرة جدا منها قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ودي أخواننا من أصرح الآيات على جنو ها على أن الله سبحانه وتعالى في السماء لأن الرفع يكون من شنو من أدنى إلى أسفل ده كلام ذاته ما دار له نغاش كثير وده فيه رد على التراب والجماعة بتاعنه اللي قالوا إن عيسى ما نازل رسول صلى الله عليه وسلم قال نازل في حديث متواترة قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزي ويفيض المال حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها فدل على نزول عيسى وعلى رفعه إلى الله سبحانه وتعالى دل كل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى في السماء ومنه قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومن الأحاديث أحاديث كثيرة كثيرة منها حديث من أشهر هذه الأحاديث حديث حديث الجارية حديث معاوية بن الحكم السلمي رواه مسلم والنساء ورواه مالك في كتاب الموطأ أن رجلا من الصحابة يقال له معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى له غنما قبل أحد جبل أحد فاطلع يوما فجاء الذئب فأخذ شاتا قال وأنا رجل من بني آدم آسف أي أغضب كما يأسفون ولكني سككتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك عليه فقلت أفلا أعتقها يا رسول الله قال نعم ولكن ائتي بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومنه في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين وقام الخارجي حرقوس بن زهير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى تغير وجه عليه الصلاة والسلام وذكر ذما كثيرا لهذا الرجل ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وهذه الرواية ما استطاع أحد أن يضعفها أو أن يتكلم فيها بشيء حتى من من أصحاب العقيدة الصوفية أو الأشعرية ومنه أيضا قول زينب بن تجحش رضي الله عنها قالت كانت تفاخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات وجاء في بعض الروايات أيضا في البخاري قال كانت تقول وأنكحني الله في السماء وهذه روايات واضحة جدا ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء في واحد اسم محمد المنتصر الإزيري شغال كضب في القنوات وتحريف لكلام أهل العلم من المفسرين وغيرهم الزلدى لو جاء يتكلم في الطب أو في الهندسة أو في غيرها من العلوم في التلفزيون كان فتعه فيه سبعمية بلاغ لكن بيتكلم في الدين ساكن وبتعنا الغنوات فاتح ليهم حسين قوجلي ومين ومين فاتح لي القنوات يطعم في الإسلام ويقول يقول لك الله في السماء قال لو قلنا الله في السماء طيب ربنا قال إذا السماء ونشق يعني قال الله يتلب ولا كيف دي عبارة شو الكلب البليد ده هل الله في السماء يعني الله بيحتاج للسماء كما تحتاج أنت للكرسي أن يقل لك وهل معنى فوق هل فوق يقتضي المماثة ها فوق يقتضي المماثة أسيانا ما قاعد أقول القمر فوق الواطة هل يقتضي المماثة دي إذا كان مخلوق ليه مخلوق لكن لما نقول فيه ما معنى جوة يا أخوان فيه معنى على ربنا قال عن فرعون حاكيا قول فرعون للسحر لما آمنوا وكفروا بدينه الباطل قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي شنو على جذوع النخل وقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها معنى جنو على مناكبها بفوق يعني والآيات والأدلة على ذلك ظاهرة وواضحة وأوضح من أن يعني تذكر سؤال عن حركة الإسلامية ما لا هل هي حركة الإسلامية تطبيق الإسلام طيب الحركة الإسلامية أخواننا هي هم كيزان سودانين أو أخوان مسلمين سودانين طبعا الأخوان المسلمين أسس حسن البن 1928 وقبل أن يؤسس هذه الجماعة حسن البن ذاته كخلفية عنه كان صوفي كان أستاذ في محلة يسمى الدمانهور في مصر وبقى صوفي شاذلي وبقى تاني صوفي تبع الطريقة الحصافية وكان بيمشي يزور القبور ويمشي الموالد والبدع والضلالات ولما وصل مرحلة من المراحل وراء إن الأمة مفرقة وكذا قال نجمع الأمة فقام أسس جمعية الإخوان الحصافية ثم بدلها 1928 إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك الإخوان المسلمين انشقوا منا ناس انشقوا منا ناس حزب التحرير يوسف النبهاني ومرقت منا جماعة التكفير والهجرة ناس شكري مصطفى ومرق منهم محمد سروري بن نايف زين العبدين وغيرهم من الأخوان المسلمين مرق منهم من السودان جونس السودان ناس صادق عبد الله عبد الماجد وجعفر شيخ دريس وحسن عبد الله الترابي وغيرهم وكانوا طلبوا وجابوا فكرة الإخوان المسلمين في السودان وانتشروا وسط الطلاب في ذلك الزمن ودعوا إلى السلطة أولا وهذا هو فكرة لإخوان المسلمين أنه يقوم أولا على الحاكمية ثانيا يقوم على تجميع وتكتيل الناس يقول لك أننا ما دارين كلام في ذول الناس كل يعني واحد كلنا واحد شيعة سنة كل واحد لكذا الترابي قال أنا لا فرق عندي بين سني وشيعي ورسمي وشعبي ومسلم ومسيحي صادق قال ذلك كلهم واحد ودعا إلى الديانة الإبراهيمية التي طبل لها تلميذة وحسن مكي يدعو فيها إلى جمع القرآن والإنجيل والتوراة والزبور في مجلد وغلاف واحد ويسموه الكتاب الإبراهيمي ويعمل لهم بلندة كده كبيرة يسموها المعبد الإبراهيمي أو حاجة كده الإبراهيمية حاجة كده كبيرة المسلم يجي يقوم شنو يقوم يصلي الصلاة يجي النصراني داك يقوم يعمل المسلس بتاعه يجي اليهودي يخط طاقته ويقع دقرة كده يجي الهندوسي برضو يعبد الجقر بتاعه وهكذا كله قال دي كل ملة إبراهيمية واحدة وده كفر بالله ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فالحركة الإسلامية مرك بها التراب من جماعة الإخوان المسلمين في السودان التراب شاف أنه موضوع الإخوان المسلمين دا زاته طويل شوزون دا شافقان كيف زاته فيمتى؟ قال الكون زاته الأخوان والأخوان المسلمين ما زي السلفين السلفين بيشوفوا ودي أخواننا النظر الصحيح إنه أول حاجة تصلح المجتمع تبدأ بتصحيح العقيدة عندك أولويات ربما صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم ليلا يوحد الله الأخوان المسلمين دارين يجمعوا الأحزاب عشان يصلهم للسلطة التراب شاف الموضوع دا زاته طويل فقام أسس الحركة الإسلامية وألف في ذلك كتاب اسمه الحركة الإسلامية المنهج التطور الكسب ووضع للحركة الإسلامية حتى في القبول بتاعه إنه هي حركة مفتوحة لجميع النس وبعد ذلك قام أصليها المسائل بتاعه إنه في الفكر بتاعه إنه هي قائمة على العقب وهو أراد الترابي داري وري إنه الأخوان المسلمين اللي في العالم نحن الكيزان بتاعنا السودان دي الأنجح أخوان المسلمين المهم بهذا المنهج الميكفلي وصل إلى حركة إسلامية ثم جاءت جبهة الإنقاذ الوطني والحركة الجبهة القومية للإنقاذ وبعد ذلك قاموا بعد ما شاتوا الترابي إنقلبوا إلى شنون شعبي ووطني وإنشقوا بيناتهم والوطني إنقلب لإغازي صلاح الدين الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل وما أعرف موطمر وطني جنح مين ومين ومين وإتفرتقوا ودح على الحزبيات نصروا؟ وكذا فالحركة الإسلامية دي منهج منهج باطل تقوم على فكرة لإخوان المسلمين فكر حسن البن حتى الترابي ذاته وطبعا الترابي دار يقول للناس شوفوني أنا يقول لك المسيح نازل آه المسيح ما نازل هنا هنا عينه هنا أنا البمركه يعني دار يعتبر نفسه إنسان مفكر إسلامي وده الوهمات بتاعت الأخوان المسلمين يقول لك المفكر الإسلامي أها فكر جاب شم؟ قال عذاب قبر ماف طيب عذاب قبر ماف ده ينكر ولا تفكير ده ده ينكر الجديد شنو طيب عذاب قبر ماف الجديد فيشنو؟ بنرقود كده ويصاحيون يتورون يوم الغيامة يقول لك يا فلان قوم ها فيشنو؟ الغيامة قامت تنجيه يشوف موضوع هلأ ده الدين كده؟ أنكر قال انت بتسعى قال بين الصفة والمروة الصفة والمروة قال انت جاي وجاري جاي وجاري قال ده شنو ده قال؟ قال في الصلاة تقول السلام عليكم والسلام عليكم بتسلم على منه وكلام كتير الحاد كتير كلام ده كله قالوا في ندوة في جامعة الخرطوم لما انت يتوري الناس في ناس بيكورك وانت بتكورك مالك؟ مش قلت انتو زول الفكر والعقل اي واحد تبع الترابي لما تتكلم له في الشيخ اه اذكروا محاسم موتاكم بتكورك مالك؟ حديث ده ضعيف لو صحيح حديث أحد هاتمشيوا هنا الصباح بنذكر لو محاسم شفت لو متواتر ذاته الترابي ما عنده اي حسن حسنتو شنو؟ لا دنيا لا ديل لا عمل جيب لينا حسن اليو ها؟ ياخد لعب ساكت السودانين دل عندهم حاجة يسمى ورع كاذب ورع كاذب زمان السوداني قولك والله يدال وديل وعملوا وسووا وتركوا أهلا من مات خلاص؟ ولا ده شنو ده؟ ده يحسبو شنو؟ دلعد دلعد ولذلك يا اخواننا نحن ما عندنا شغلة بسياسة ولا ما سياسة نحن موضوعنا انه زول دانشار باطل وأفكار وما مات ما دفنوا معه في بر هناك شغلوا أفكاره دفنوا معه لو دفنوا معه خلاص نحن نحن نتكلم عنه تاني لكن ما دام أفكاره قاعدة تاني بنتكلم عنه فيمتة؟ فلازم الناس تعرف ان الحركة الإسلامية دي منهج منحرف ده بوديك جهنم ولو دارين مناظرة الحمد لله مستعدين صوفي شيوعي كلهم واستعدين لناغشهم مناظر ليه مش لان يا اخواننا فلهم منا ولا كده لكن منهج الإسلام منهج واضح منهج واضح ومنهج قوي فيمتة؟ ومنهج ما فيه لعب ومنهج ما فيه لولوة فنحن ما بنخجل من ديننا وبنعتز بعقيدتنا وبنقول الكلام ده في أي محلة والله نقوله ليه في أي محلة جيبوني في غناة الجزيرة طبعا دي غناة الجزيرة المفروض أتكلم بيقوله شنوه؟ ها؟ بدبلوماسية ولا بيقوله شنو؟ بانتقائية أنا بتكلم بحق بآيات وحديث نفعت معاكم ما نفعت معاكم أنا بقوله الحق بس طيب قبل الحكم عليهم نعرف أن نازل طارق السويدان هو إنسان شيعي شيعي بيطعم في الصحابة وهو في النهاية أخو مسلم لأن الأخو المسلم طبعا بيجمع أي حاجة ممكن يكون أخو مسلم شيعي أخو مسلم صوفي أخو مسلم عام الفوق سلفي وهكذا فهو شيعي يطعم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنسان يجمع بدع القدر وغير من البدع والضلالات التي يجمعها طارق السويدان ثانيا عنده كفريات طارق السويدان بيقول إنه قال أنا ما عندي مشكلة في مسألة الحرية في الاعتراض على الله في الاعتراض على الإسلام قال في الاعتراض حتى على الله حتى على الرسول قال أنا ما عندي مشكلة ده كلامه كذا ده مسلم ده ما مسلم ده انتهينا منه ما بيجوز اسمه عليه أما عبدالحي يوسف هو المفرخ لفكر داعش قد يكون هو ما منتمل لداعش تنظيميا الرئيس البغدادي النايب عبدالحي يوسف بالطريقة دي قد يكون ما معهم لكن هو له دور عظيم جدا في خروج ناس داعش والناس الآن بيتكورك داعش والناس مشت داعش وفي بنات جران داعش ونكاح البتاع وبيتكورك وما بيمسكوا محل الوجع الناس ما تبقى صريحة الناس ما تبقى صريحة كويس أمشي للمحل بتاع الوجع ذاته محل الوجع هذا لعبد الحي يوسف ذاته عنده كتاب الاستبداد السياسي هو عبارة عن رسالة للدكتورة لما انقدمه كده جاءت لجنة تعجب هجية قاعدين دكتور مين وأستاذ دكتور مين ودكتور مين وأستاذ مين قال لهم يا أخواننا دا البحث بتاعي ناخشوا لو لقيتوا غلط وروني وكده وبتاعه أجيزوني ناخشوا ودوا امتياز ونشروا وجوه الكتاب دا فيه المنهج بتاع داعش ذاته البفرخ داعش تقرأ الكتاب بتاع عبد الحي يوسف بتمرق داعش السوداني تبقى أبو زعموت السوداني فيمتى؟ داك أبو بكر البغدادي فإذا قريت الكتاب بتاعه دا بتمرق داعش نفس المناهج تاع داعش موجودة في منهج عبد الحي يوسف فيمتى؟ ده غير أنه عنده حرية الاعتغاز ذاته في نفس الكتاب يعني كلام متناغز ذاته ويزكي سيد قطب الذي يطعم في الأنبياء ويطعم في الصحابة وينكر الاستواء ويعني يقرر عدم الأخذ بأخبار الأحاد ويقول بعقيدة الصوفية سيد قطب بيمدع عبد الحي يوسف سيد قطب قال في تفسير السورة الإخلاص وسوف تفسير السورة الواقعة بعقيدة الصوفية بتاع تحدث الوجود أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا فيمتى العقيدة دي ذاته؟ وعقيدة الحلاج ما في الجبة إلا الله وخضنا بحراً وقف الأنبياء بساحل هذه العقيدة يقول بها سيد قطب فيمتى؟ ويدافع عنه عبد الحي يوسف فديل يا أخوانا شوف السلف رحمهم الله كما قال محمد بن سيرين قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم يا أخوانا الزول في الدنيا دي في قرايتك الآن يقول لك والله أنا الدكتور ده ما بحضر له لأنه بلخبط راسي وما توزعوني في المستشفى مع الدكتور الفلاني وزعوني مع الدكتور الفلاني ولا ما قعد يحصل؟ قعد يحصل ليه؟ لأنه بيشوف أنه ده قد يضرك كما ضرك ما بينفعك فكيف تأخذ أمري بدخلك جنة أو نار من أي بني آدم؟ فده كلام ما بيجوز يا أخوانا ما بيجوز أخذ العلم عنه وفي أدلة كثيرة على هذا الكلام سيد أقول هل يجوز الانتماء لجماعة أنصار السنة المحمدية؟ ما بيجوز الانتماء لجماعة أنصار السنة المحمدية ولا أي جماعة ولا نحن ذاته ما بجوز الانتماء لنا بس تبقى مسلم وتمشي طوالي نحن دارين نجي نفرتك التسجيلات دي كلها فيمتة؟ تبقى أنت براك مدرب نفسك والفريغ الفني والبتاع كله فيمتة؟ بس تأخذ العلم العلم قاعدين موجودين وكلام موجود وميسر وسهل وما أشكل عليك أزال منه ما صعب بيصعبوا لي يقدير قولك عشان تخش في الإسلام لابد يجوك الختمية قولك عشان تخش في الطريقة بتاعتنا لابد تغمد عين وحده وتقيفي أزالين دار أتعلم كراتي أنا دار أتعلم ديني أزالين فيمتة؟ فبصعبوا عليك الدين الدين ده هيني أخ تعتقد في الله براو وما تباري إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والموضوع انتهت تاني في شو؟ لكن بيجوك بيشبهات فما تباري أي جماعة وديل كلهم بعوة صار صنع الإصلاح ولا غيره؟ الإصلاح بيقوا يشكروا في التكفيريين ناس عبدالحي يوسف وبيقوا يجيبوهم وبيقوا يدافع عن سيد غطب كما قال الدكتور الهواري لما سيد غطب في كتابة كتابة تصوير الفني صفحة متين لما قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج ده بيتكلم عن نبي ربنا قال عنه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه قال هو مندفع مستعجل ما بيصبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وربنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر كما صبر أولو العزم من نمو موسى عليه السلام من الرسل فجاء الهواري اعتذر له قال لعله كلمة عصبي هي بلغة المصريين لا تعتبر سب أنا قلت لهم يا أخواننا سيدغطب ده في كتاب وبيتكلم بيا لهوي وكلام زي ده ولقعد يتكلم بلغة عربية ومش قلت أديب طيب كيف تقول بلغة المصريين لكن يا أخواننا ده الكضب عشان كده أنصار صنة الرئيس بتاعهم اللي اسمه عبدالكريم الآن قال أنتو بكلامكم بيقصدونا نحن قال أنتو بكلامكم في عبدالحي يوسف بتقطعوا الدعم بتاع الخليج شوف الكلام ده كيف كده يخليك من أي حاجة أنت يا أنصار صنة اللي بتدعو للعقيدة والتوحيد الرزق يعني عبدالحي أنا خايف بعد شيء أنا أحتاج أسابيع دعوية نجي نتكلم لأنصار صنة إنه عبدالحي ما بيدي الجنة وما بيدي الرزق وكلام زي ده دي مشكلة كبيرة والله في إمتى فما تنتمي للجمعات أما الناس المركز العام المام اسموعين ده الناس ما عندهم موضوع مش عزو في الترابي وكده وداك اسمه خالد عبداللطيف جاء أدام فتوى في إمتى قالوا وقد يكون العزاء واجبا يا زول في إمتى في عزاء واجب لقاك في الإسلام العزاء ده مستحب العزاء هو شنو ذاته يا دكتور خالد العزاء هو جنو ها العزاء ده هو المواسوة التصبير تبتصبر الزول الماتوا له قال قد يكون واجبا واجبا في زول قال بيتسلم على منه واجبا في زول قال قال الله خلق السماوات السبع ويسترح تعزي في ده المهم ده موضوع تاني فده ما بجوز الانتمال بعض الصوفية يقولون أن ابن عسيمين قال أن الله مستوي على العرش ومستقيم والألباني قال من يقول أن الله مستقيم على العرش هو كافر ويقولون أن الله موجود بلا متى طيب استوى على العرش طبعا عندي آية أنا ذاتي بقول خليه من العثيمين واستقر هذا من معنى الاستواء ونقله الإمام الذهبي في كتابه العلو عن كثير من السلف إنه العلو معناه الاستقرار طيب وأما كلام الألباني أنا ما وقفت عليه لكن الشيخ الألباني يعني هو دار يقول ليه كالألباني قال بيقول الاستغرار كافر وابن عسيمين قال الاستغرار معنا النتيجة طوال ابن عسيمين كافر الموضوع ما كده ده دصو في داعش شكله بمتأ؟ المهم فأنا ما وقفت على كلام الشيخ الألباني لكن الشيخ الألباني وبيتكلم الوقفت عليه وانا في كتاب مختصر العلو للشيخ الألباني للذهبي الشيخ الألباني تكلم عن نسبة هذا القول وصحته إلى من نسب إليه من السلف بعد ذا يبقى في تنازع هل هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد هل هو ورد عن الصحابة أو ما ورد ده موضوع تاني لكن كون ورد عن بعض السلف ورد ورد عن بعض السلف الاستقرار وهذا لا يكفر به إنسان طيب قال تاني شنو؟ وإن الله موجود بلا مكان أذا إنكار لوجود الخالق هذا إنكار لوجود الخالق نقول لهم ما معنى مكان دائر بي مكان شنو؟ هل تقصد أن الله ليس في العلو فهذا باطل وإن أردت أن الله موجود بلا مكان يعني الله ما محتاج لي مكان زينا نقول لك صحيح ودي أخوانا من التلاعب بالألفاظ لكن الآن الصوفية بقول لك الله لا يمين لا شمال لا فوق لا تحت لا وراء لا قدام جيب شيوعي خليه نكر وجود الله أكتر من ده كذا جيب شيوعي أنا بدي الماكرافون كذا أنكر لنا وجود الله بأبلغ لفظ حيقول شنو؟ بيقول لك بس الصوفي دا دا سمان جبها ديمقراطية ما بتلقى لفظ أبلغ في إنكار وجود الخالق من هذا اللفظ عرفته؟ وأما لفظة المكان دي أخوانا من الألفاظ المحدثة والإنسان مطالب أن يأتي بالألفاظ الشرعية الدليل على ذلك قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليّا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا سمعنا واطعنا ويجي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني انتبه بيقولوا راعنا راعنا يعني كأنما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوده أي إنسان وكان المسلمون يقولون هذه اللفظة أيضا يقولون راعنا يريدون بذلك أي استمع لنا أو كذا فحرم الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة لأنها تفضي وفيها ذريعة إلى مقصد اليهود السيئ لكذا ربنا منع هذه اللفظة مع أن المسلمين كانوا يقولونها اليهود قالوا الآن وجدنا الطعن على الرسول لأنه نحن هنقول راعنا زي ما المسلمين بيقولوا راعنا والمسلمين بيقصدوا بها معنا ونحن بنقصد بها معنا ولذلك يا أخوانا هذه الألفاظ من الألفاظ المحدثة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة المكان بيقولوا الله في السماء ولذلك الإمام مالك والأثر عنه مشهور وهو مشهور أيضا عن أم سلمة وغيرها من الصحابة أنه جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فأطرق الإمام وعلاه الرحضاء وهو العرق وجعل يمكت بعود في يده ثم رفع رأسا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول أي كيفية استواء الله سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن مجهولة بالنسبة لنا قال والإيمان به واجب أي الإيمان بالاستواء والسؤال عنه أي السؤال عن الكيفية بدعة قال وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج وذلك لأن أخواننا كيفية الله لا يعلمها إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلمة الإمام مالك هذه قاعدة في بابها يعني من صفات لا كثيرة صفات الله المجيء ربنا قال وجاء ربك والملك صفا صفا إذا واحد قال لك في الغران ربنا بيجي بيجي كيف تقول له المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يقول من الطليق واحد شعبي تبع الترابي يقول لك أيوة يعني أنت ألغيت العقل يعني أنت ألغيت العقل يعني ما نفكر يعني ما تفكر العقل ذاته بقول لك ما تفكر طيب أنت عشان تخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى هل الموضوع ده بيجي بالاجتهاد هو أن الموضوع ده بيجي بالاجتهاد عشان تقول أخوي ده أحمر ولا أصفر أنا مثلا ما حصل شفت أخوك أحمر أخضر أصفر كده لونه شنو ما بعرفه طويل قصير ما بعرفه هل الموضوع ده بيجي بالاجتهاد قولك كده بس كده خليناه أنتظر الله يا أخبي ما أنه شعرك ده سبيبي وفروض يكون طويل يا أخو الله الموضوع ده بيجي بالعقل يا أخوان ده في المخلوق ما بيجي في الخالق ربنا سبحانه وتعالى عشان تخبر عنه إما إنك تكون رئيط ربنا وما في أحد رأى الله وإما أن يخبرك وإما أن يخبرك الله عن نفسه وما أخبرك عن نفسه إلا عن واسطة الرسل لا عن واسطة غير الرسل شاكده ما بتقدر تكلمنا عن ربنا إلا بآية ولا حديث يا إتا تقول لنا أنا بكلمكم عن الله من غير واسطة الرسل ليه؟ لأنه أنا شفت الله بعد تقول الكلام ده نحن نشوف البحث الشنو أو تقول ربنا أوح علي إنه من صفة كذا أو أنه ليس من صفته كذا شان نصدقك لكن تتكلم من غير علم ها؟ ومن غير ما وصف الله به نفسه ده هذا مردود ولا يجوز لك أن تعمل عقلك في هذا المجال لأنه لا مجال للعقل فيه العقل ده ما يمحل بخشفوقه طيب هذا الجواب على سؤال سيدة أقول أنا رشت مع إحدى زميلاتي فقالت لي أن الحديث ما رأيت من اقتصاد عقل ودي موضوع وليس صحيح وهي تغرأ كتابا اسمه أمي كاملة عقل ودي وكاتبه يسمى عماد محمد بافيك الحسن فما قولكم يا شيخ وكيف رأت عليه وتزالوا عن قدود العقل في الشر وهل يمكن استخدامه في تفسير القرآن طيب دي مرضى أخوانا من الشبهات اللي بجيبوا على المعنين وغيرهم في محاولة الطعن في السنة يقول لك مثلا حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين قال دا حديث موضوع وليس صحيح والكلام دا قال اللي قتو فيه واحد اسمه عماد محمد بابكر حسن أنا عماد دا ما بعرف لكن موضوع دا معناه وشنو؟ موضوع معناه وشنو؟ معناه مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب من قال من العلماء أن هذا الحديث موضوع؟ وكيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ نعرفه كيف؟ يقول لك الحديث دا بيتعارض مع تكريم الإسلام للمرأة وللإنسان طيب أين التعارض؟ يقول لك هنا المرأة قال ناقصات عقل ودين طيب الحديث دا النساء هل خلنك تجي تزع منك مدافع عن حقوق؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذي من إحدى كنا قالت إحدى الصحابيات وما نقصان عقلنا وديننا قال أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ وده يا أخوان في باب واحد في الشهادات لا قالوا في الفتوى ولا قالوا في العلم ولا قالوا في غيرهم من الأمور وإنما قالوا في باب الشهادة قد ربنا بيّنه ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى المرأة بطبيعتها تنسى شاكده الموضوع دا مش تشوفه في المحاكم شان ما تقعد تكوري كثير في امتى؟ الموضوع دا شوفه في المحاكم شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل الكلام دا قالوا منه؟ قالوا الله إنت ما تقول الحديث ضعيف تقول الغرام ما نافع لأنه هل شهادة المرأة؟ نصف شهادة الرجل؟ هل ثبت بهذا الحديث؟ موضوع الحديث الآية في سورة البغرة تودّيه وين؟ وعمادي وديّه وين؟ عماد دا حي وديّه وين؟ يا حي وديّه لي أمي كاملة عقل قال شنو؟ كتاب اسم شنو قال؟ أمي كاملة عقل ودين شوف الكلام دا كيف؟ لا يعني الآية دينا والدياوين يا عماد ربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضونه من الشهداء ليه يا الله؟ اتنين ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دلعي الله هنا إنّ المرأة تنسى في باب الشهادات دا في الباب دا باب الشهادات وما كل الشهادات ذات في شهادات خاصة بالنساء وبأمور الرضاع وأمور النساء هذه تقبل فيها شهادة المرأة أكثر من الرجل ذاته فيمتا؟ فده دا رد عليه والرسول الله سلم دا نمرة واحد نمرة اثنين دا مكذب للقرآن وما فيه نسبة وفهم الناس الجهال للدين هذا لا يحملك أنت على أن تنكر الدين يعني لما يجي واحد يجي مثلا يقول لك يا أخي والله يا أخي النسوان ديل تعبننا ذاتها يا ديل بليدات ساي يا أخي ربنا قال ناغصات عاق جو ما زول دا هذا ديل فهم الغلط للحديث الحديث قال في موضوع شوني يا أخوان في موضوع الشهادة لما انتجي المحكمة لموضوع بتاع الشهادة المرأة لها نصف شهادة الرجل هذا كلام القرآن وكلام شنو؟ وكلام السنة فإذا قال الحديث موضوع الحديث خليناه الآية راية فيها جنو وراية إعماد فيها جنو إعماد بتعمين طيب المسألة الثانية في الحديث وناقصات دين نقصان الدين بتركهن للصلاة في أوقات معينة لأن المرأة إذا حاضت تتركه الصلاة تخفيفا من الله ربنا سبحانه وتعالى خفف وهذا من رخصة الله عز وجل بالمرأة أنها تترك شنو؟ تترك الصلاة والإنسان معلوم إيمانه بزيد بشنو؟ بالطاعات وينقص بشنو؟ بالمعاصي فلما تترك في الفترة دي لما تترك الصلاة إيمانه بيحصل له شنو؟ بيحصل له نقيصة بيحصل له شنو؟ بيحصل له نقيصة ولذلك أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسألة دي المسألة نقصان العقل في جزئية شنو؟ الشهادات ونقصان الدين في تركها لبعض شنو؟ لبعض العبادات في وقت محدد وهو شنو؟ وهو وقت شنو؟ ووقت العذر إذا حاضط المرأة تترك الصلاة وليس هذا دالًا على أفضلية كل الرجال على كل النساء ده ماذا يدل على أن كل راجل أفضل من أي مرأة ولكن يدل على تفضيل جنس الرجال على جنس النساء وهذه مسألة هذه المسألة يعني نفسياً وشرعياً وفطرياً وطبياً ثابتة لا مناصة منها المرأة والرجل خلقتهما ليست واحدة ولا واحدة يا أخوان؟ الراجل والمرأة واحد في الخلقة دي بالطب بتاعكم ده واحد ما واحد ها؟ عشان كده الناس اللي قالوا المرأة والراجل واحد كده خليك مننا نحن وخليك من عماد ومين ومين خلينا من عماد كده نمشي إلى دول الغرب الكفار دين هم ما بيقتنعوا بهذا عماد ديت اسمه يسمى مسلمين ساكن لكن معتمد هذا العماد معتمد على منه معتمد على ديلك الاتفاقيات بتاعة حقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل الآن توجد في الاتفاقيات بتاعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان حاجة يسمى التمييز الإيجابي ضد المرأة بيقول لك المرأة دي لازم يدوها فترة معينة إجازة بتاعة تحمل تكون بي مرتبة ليه بيقول لك لأنه لابد لأنه التمييز ده أنتو الآن ميزتو ألا با ميزتو يقول لك آي ميزنا طيب ليه ميزتو ما قدتو المرأة وزي الراجل واحد يعني للراجل يفوت المرأة للمرأة تفوت الراجل لقالوا ده تمييز إيجابي لأنه فيه مصلحة المرأة ومصلحة الإنسانية أيوة يعني المرأة المصلحة أنتو بيطرعوها يقول لك أيوة يعني المرأة والراجل ما واحد في الحقوق والواجبات ما بيقدروا عليها ما بيقدروا عليها ما هو ممكن هسي لو الركشة قالت أنا أدعو إلى حقوق المساواة مع التاتسر أو الزيتواه وينبغي على هذا الخواجة الياباني مساواة كافة الاستخدامات إنه ده 30 طن أنا ذاتي الركشة دارة 30 طن يخواننا ده عقلا بي عشان كده أخوان الزولة بيقول لك دارين مساواة ده زول ما فاهم حاجة انت تقول دارين عدل عدل العدل إنه تدي الزول قدره ده العدل لكن المساواة ما في ما فيها بس كده بس النص عشان كده أخواننا الشيوعية دي مناقضة للفطرة الشيوعية مناقضة للفطرة من مسائل مناقضة الشيوعية للفطرة والاشتراكية إنه الشيوعية دي بتقول ليك كلنا نشتغل بعد ذاك يقسموا بياناتنا الحاجات السوى الخدمات سوى أي حاجة سوى ودي أخواننا مخالفة لفطرة الإنسان التي ربنا سبحانه وتعالى غرص فيها حب الكسب يعني مثلا إنت قريت هنا الجامعة دي وأربع سنة وتغربت من أهلك وكده واتخرجتها واشتغلتها في المستشفى داك قرأ هندسة كويس داك خلى القراية من صغير بيقى تاجر كويس وبيقى عنده مليارات وده بيقى طبيب وده بيقى مهندس وده بيقى معلم وده بيقى وده بيقى الشيوعية بتقول ليك مش أنتوا عملتوا كده كلكم نساويكم أنت بترضى؟ ها؟ ما برضى أنا أنا قاري ليه؟ وتعبال ليه؟ وعمل ليه نظارة ليه؟ ما عشان أنا بعدين أرتاح دي حاية مغروزة في الإنسان وده أخوانا الإسلام ما حربة لكن الإسلام هذبة وهي في المقابل عند الراسمالية إنهم بيدوا الإنسان أي قيمة بالنسبة لهم يقول لك يا زول أنت أعمل أي حاجة ما عندنا عليك إلا بس ضرائبنا دي تمرق علينا وكده لكن تاني ما عندنا معاك شغلة تبقى ملياردير تسوي أي حاجة جارك يبقى أفقر الناس ما عندنا بك شغلة الإسلام يا أخوانا هذب هذه الأمور وشرع هذه الشرائع لمصلحة الإنسان كذلك المرأة ربنا سبحانه وتعالى خلقها ولها ما يناسبها أسئل ليه لا أمشي السدى الجديد بتاع القضارف اسمه ستيد عالي عدبره ستيد شوف لك في مرة شغال هناك في واحد اسمه واحد ألماني ما مذكر اسمه اسمه فولة ولا اسمه ألماني شغال هناك في شركة اسمه لامير شركة استشارية في السد هناك ده ده ظنه الألماني الوحيد الجايب معه مرته ما جايب عشان تشتغل جايبه متكلة معه في البيت كويس قاعده هناك محلة هناك ما بتشتغل ليه أنه ما بتقدر تستحمل ده شغل صعب ما بتقدر تقدر تشتغل شغل زي ده طبيعته وجبلته ما بتنفع ها ياخوش يعين في الجامعة دي لما كان في اتحاد هنا في جامعاتكم دي 2006 ولا 2000 وكم قاموا قالوا أن احنا غيظا للناس السلفيين اللي قاعدين في الجامعة دي قالوا ان احنا حنجيب مرة تحكم الاتحاد جابوا واحدة يسمى ولا صلاح شيوعية ويقال إنه أبا برضو شيوعين ذرية بعضها من بعض في الضلال المهم جابوا ما نفعت تاني بعدها جابوا واحدة من الاتحاد يا ظن ولا من وين ما بعرف برضو ما نفعت بعد ذا قاموا جابوا ولد اسمه رغيم كان برضو تبع الاتحاد الديمقراطي ونلوم دي لا يا ذاته ها فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ودين نحن زاتهم ما بنرضاهم طيب ليش لتو جيبتو راجل قالوا لأنه طبعا إدارة الجامعة هنا متسلطة ولابد من النضال وما ممكن أن نحن بالتندين نخليها مع الجبهجية برام هذا ما كلامنا نحن زاته إن المرأة دي ما بتحتمل الراجل مرأة مع راجل ما واحد فيمت ولذلك أخواننا الإنسان اللي بتكلم عن ظلم الإسلام ودازل يعني عبارة عن بوق ينفخ فيه ولا يدري ما يقول طيب حدود العقل في الشرع وهل يمكن استخدامه في تفسير القرآن حدود العقل في الشرع وحد التأييد والاستنباط إذا كان من أهل الاستنباط زي أقول لك شنو حدود العقل مع الطب أنا بس أضرب لك مسأل بسيط هل أي زول بيشتغل معاكم في المهنة بتاعتكم لطاعة الطب أنا عندي أقول ولا ما عندي أقول أسي زول في الدين الدين ده والله يا أخواننا الناس بينجرون نجير ويكسروا كسير قول لك يا زول في الدين ده خلي الناس تتكلم خلي الناس تاخد راحاتها السوداني يقول لك كده والله احنا كلنا فهمين الدين ده الدين ده يتدار توريين الدين الدين ده نحن ما عارفينه لو قلت لد دين شنو ما بعرفه والله يقول لك الدين ده نحن عارفينه كويس يقول لك أنا عندي عقل العقل ده أنا ما بميز في الدين ده أنا بميز عقلك ده براه كافي ولا إلا يدوك نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عقلك ما كافي في الطيب هل أنا بس بمجرد عقله بمجرد عقله أنا طوالي ببقى مؤهل لإنه أمارس مهنة التطبيب دي ما بمجرد العقل مش ما بمجرد العقل أنا بدي الزول بديه المراجع بتاعة التطبيب دي كله تشريح وما عارف شنوه وظائف أعضاء وبتاعه ما عارف شنوه كده وكيمياء حيوية كله بديه بديك لها بردو ملك تقدر تخش المستشفى تشتغل ها إلا أول حاجة تخش مع دكتور والدكتور يقول لك أعمل دي وانتبه معي هنا وانتبه كده يخللوا الخلط كده يشتغلوا وركزوا هنا موضوع طويل حتى بعدك النازل بتتعلم حتى بعدك ادوك إذن عشان تطعن حقنا النازل دارين الدين دا يكون ساكت أي زولي جي ينجر في الدين الترابي قال دارين حاجة يسمى الاجتهاد الشعبي الاجتهاد يعني الحبوبة تجتهد وما عارف ليك بتاع البنقو اجتهد كل الناس يجتهد ويس يا ناس دا دين شنو دا دا لعب الإسلام و لعب الدين فالعقل يا أخواننا حده مع الشريعة أن يفهم ما قال الله وأن يؤمن بما جاء عن الله وده أخواننا ما فيه أي تعارض مع العقل و النقل وابن تيميا رحمه الله ألف كتابا سمه درء تعارض العقل و النقل بيرد على الناس اللي بيزعموا إنه فيه تعارض مع الشريعة ومع عقول الناس وقام ضرب له مثل بيزول المستفتي وانا ضرب له مثل بيزول المشألة دكتور مثلا أنا نسأل الله يش فينا ويش مرضى المسلمين جاءتني كلا أخواننا أحسن دكتور شاطر شنا أنا اللي بعرفه أنا اسمه منه أبو سيم مش هاي أقول لهم أخواننا أبو سيم أنا اللي بعرفه أنا جاءت لجيزول في الشارع قلت له أسمع إنت أحسن دكتور كلا منه قل لي والله أحسن دكتور بتاع كلا دكتور أبو سيم وعيادته ببين قل لي لي في يمين تلقي عيادته كويس مشيت هالعيادة دكتور أبو سيم قل لي والله يتاشر بموية بس ما بتحتاج عملية ولا يحاجة ها ديكتور أبوسين قال لك شنو والله قال لي يا أخي أشرب لك مويا إن شاء الله ما في حاجة لا يقول لكم لا ما تسمع كلام أبوسين لازم تعمل عملية يا زول الدكتور قال لي كده يا زول ما ما في حاجة يسمى الدكتور قال لك الوراك الدكتور منه مش وريتك أنا هاي هلاس تسمع كلامي يا أخوان المنطق ده بيجي ابني تيمي ضرب مثل للعقل بهذا المثل زول عقلك إذا قلت عقلك وراك إنه دا الدين الصحيح طيب الدين قال لك المسألة دي أمين بي ومسألة دي ماتوا من بي تايد قل لا أنا المسألة دي مابوا من بي لأنه عقلي قال قال فأنت قد عدت على عقلي قبل هد يعني إنت لما انتهي تقول لي نرجع لي زولنا القبال لما نقل لي أمشي لي دكتور أبوسين ياهو ما عارف أحسن دكتور ياهو كذب عقلك قال لك ماتوا من بالحاجات دي يا إم عقلك دا ناقص أو عقلي جاهل أو ما عندك عقل كويس عشان كده أخواننا العقل الصحيح لا يُعارض سينو لا يُعارض النقولات الصحيحة النقولات الصحيحة التي جاءت عن الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده أخوانا ال.. الآن دي كله أخوانا دعوات ليشنو دعوات ليهدم الإسلام وهدم السنة وغالب المسألة دي بيجيبوها لك بيجيبوها لك في هدم السنة يقول لك يا زول ما في حاجة يسمى سنة ويقول لك أصلا السنة دي دوينت لما بدأ تدوينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه والكلام ده موجود في كتاب الثانوي تعقول الثانوي مش تغريبا كده من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه وهذا كان في أول الإسلام ونسخ هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه أبو شاد واحد جف الحج وحضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي ذكر لا أستطيع حفظه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه وحديث أبي هرين رضي الله عنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب وأيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر وهو في المسند أن قريشا قالت أتكتب عن رسول الله وهو إنما هو بشر يتكلم في الرضا والغضب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا ما خرج منه إلا حق فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب وعلي بن عبدالطالب سئل أيضا في البخاري سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال ما خص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله وبما في هذه الصحيفة قال فإذا فيها العقل والديات ووالآخر المهمة الشاهد من الكلام إنه دي كل أخواننا يراد بها الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك دي كل ما ثابت طيب سؤال ربنا قال ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ربنا يقول لنا أطيع الرسول والرسول ما عنده كلام أمشي أقول لك اسمع كلام الزول ده الزول ما عنده أي كلام أليس هذا من نسبة السفه إلى الله ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مما جاء في البخاري أيضا حديث ابن مسعود أن امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب سمعت حديث عبد الله ابن مسعود في النامصة والمتنمصة والواشمة والموتشمة كويس البتغير في الحواجبين وفي الرموش عشان تتجمل والتي تتفلج أي تبعد بين أسنانها للحسن تتزين قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا الحديث جاء ابن مسعود هذه المرة سمعت هذا الحديث فجاءت إلى عبد الله ابن مسعود قالت يا أبا عبد الرحمن سمعتك تلعن كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله كمان ابن مسعود دار الدية درس قال له وهو في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول المصحف كله قالت أنا قاعد أقراو ما في المتفلجات ولا في النامصات ولا في الكلام القاعد تقوله قال أَوَمَا قَرَأْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قالت بلى قال فإن رسول صلى الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كذا وكذا فقام قال لا دا دليل على شنو دا دليل على أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جاء عن الله فكذا ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وجاءت لظ جاءت ألفاظ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة الاتباع الطاعة الانقياد التأسي دي كلها جاءت بشنو الفلاح تعليق الفوز والفلاح بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه جاءت آمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كذا أخواننا الإنسان شوف والله أخواننا نصيحة الإنسان مهما جاء بذنوب ومعاصي لكن زحأ من البدع يرجى له الخير تنظيمات الشايفة دي كلها أخليها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بعقيدة بتاع التنظيم إما تلاقي الله شاتم صحابة أو منكر وجود الله أو شاتم لك نبي من الأنبياء أو بتطعم في شعير من شعير الدين كويس أو بتقدح في الدين أو في الإسلام ولذلك أخواننا وصيتنا للناس ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة بست منهم في شيء آذى الله أعلم صلى الله وسلم عن أبيه لو كانت فرصة للنغاش فرصة مفتوحة للنغاش فرصة مفتوحة للحوار والنغاش جزا الله خيرا الشيخ شهاب على ما قدم ونكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية محاضرات أسبوع الحجاب الدعوي تقبل الله منا ومنكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان